وزارة ووزير الخارجية النهاردة رد على التدخلات الدولية في أشأن المصري في ملف حقوق الإنسان أو ملف الحقوقي لأنه دول ما بتكلموش على بيدور على إنسان حقيقي وزير الخارجية النهاردة وجه رسائل من البرلمان المصري خليني أخد بعض العنوين الرئيسية اللي وجهها وزير الخارجية النهاردة وهو موجود في مجلس النواب أكد وزير الخارجية ووزير الخارجية وجه رسالة قوية للمجلس الحقوقي الأممي ناخد عنوين أخرى وزير الخارجية شركاؤنا كثيراً ما يغفلون إيجابيات حقاقتها الدولة في حقوق الإنسان شكري لا بد أن تتفق أقوال تركية مع الأفعال ونتابع التزام قطر باتفاق العلا ده في ملف السياسي كله سياسة شكري تغيير السياسة التركية تجاه مصر سيكون أرضية ومنطلقة لعلاقات الطبيعية بقول لحاكوا عنوين مهمة وكل الدنيا النهاردة وزير الخارجية الإرهابية بتحدث عن جماعة الإرهابية تمتلك آلة إعلامية تستهدف ضرب استقرار مصر السيوبيا لم تظهر حتى الآن رغبة سياسية حقيقية لاتفاق ملزم حول السد نهتم بحقوق الإنسان بالمفهوم الشامل والشركاء يغفلون الإيجابيات صح وزير خارجية يكشف شروط مصر للسعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا ليس لدينا ما نخشاه صح الكلام يعلق على بيان حقوق الإنسان الأممي صح ما عندناش حاجة خايفين منها الأقوال لا تكفي بيرد على تصراحة تركيا الأقوال لا تكفي وترتبط بالأفعال الجماعات الإرهابية تستخدم آلة إعلامية قوية تستهدف استقرار مصر شكري تعليقا على ملاف حقوق الإنسان ويكون معنا ست النهاب طارق رضوان دلوقتي رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ليس لدينا ما نخفيه أو نخشاه فيش حاجة اسمها ما عندناش حاجة لا نخفيها ولا نخشاه